مرحباً فيديو النهاردة سيبقى ريفيو على الفنتي بيوتي لبستانر باينت ده الميكب بلاين الجديد بتاع ريانا هي نزلت برودكت كتير اوي بس انا لم اجبتش اي حاجة غير ده سادلي عايز اجرب بقية الحاجات كلها بس دي الحاجة اللي معيه دلوقتي هو اتس الليكود لبستيك لونه احمر اسمه انسنسرد انا اريدي فتحته قبل كده وقربته بس يعني فقط فى ساكة فى الفيديو استعمل كده مالأول المكان الحاجة بكجيك ممال أول وقالها ستانر لباينت وقالها نصر اضفة يومي بس ساعة مرتينة وقالها مرتينة الان مرتينة وقفتها ونمال كده مباشرة نحن نبقي بفرنش فمشاره الان اشترى ذلك لابد فرنشي ترى بيوتي مرحباً مرحباً باكتراً يبدو كثيراً مجرد ومعالي وهي مجرد على الأمام والاستخدام مدورة وهي مختلف عن باقي الليكويد لبستيكس يعني يجب أن تكون مثل دو فت كده عملا كده والهو أنا بحب دي بارده كز بتساعدني أتعام بطريقة بس دي بارده بس دي بارده بس صراحة ليس مجرد أتعام بطريقة لو هي تبقى عادية حسنًا أتعام بطريقة بطريقة وأقول لكم اي رأيي فيها وغس نعم موسيقى 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 أنا بحبه قوي honestly it's one of my favorite reds من أول مجربته أنا instantly become one of my top 5 مثلا أنا بحب الأحمر اللي بيبقى عنده blue undertones عشان it's a really true deep red مش بيبقى اللي هو ميدي على أورن فهذا اللون وهو محتوط completely أنا أسيبه ينشى في الأول وبعدين أدود the kiss test عشان أريكو if it transfers or not أنا بحبه it's very comfortable مش مش ناشف مش بي ناشف و مش بيحسسك أنه تقيل على شفيفك I think it's completely dry right now I'll do the kiss test It does transfer a little bit بس I'm good مش مدايقني بس يعني for extra measures if you don't want it to transfer at all you could just powder it with your powder your any powder your face powder translucent powder a red powder a red eyeshadow powder that would make it very velvety and like very fancy but that's pretty much it I like the product I really like it a lot I will continue using this لما يخلص هجيب واحد تاني definitely كز مش كل يوم تجيبوا red lipstick حلو and suits you and it has the right undertone and it's comfortable فا this is approved 10 out of 10 would recommend and yeah thank you for watching subscribe if you haven't already and I'll see you on my next video